بعد مرور عام على بدء الجائحة وتوجه أعين البشرية إلى سباق اللقاحات ومنافسة دول العالم للحصول عليها خلال الآوينة الأخيرة يصر فيروس كورونا على البقاء والتحور بأشكال جديدة متسببا بحصيلة قياسية من الإصابات والوفيات في عدة دول حول العالم في بريطانيا مهد السلالة الجديدة من الفيروس ثم تأدلة على أن هذه السلالة الجديدة تنطوي على خطر إيقاع وفيات بنسبة أعلى من السلالة الأصلية حيث أكد كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية باتريك فانلانس أن هناك خطرا متزايدا يحيط بالمصابين بعد أن تراوحت نسبة الوفيات للبالغين 60 عاما ما بين حالة واحدة إلى حوالي 1.4 وفاة لكل ألف إصابة ووفقا لفانلانس فإن السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتقال بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 70% وفي أعقاب ظهور ثلاث سلالات متحورة من الفيروس في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل حضى المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها دول القارة العجوز على الاستعداد لتجديد التدابير وتعزيز حملات التلقيح في الأسابيع المقبلة لمواجهة خطر تفشي نسخ أكثر عدوى من الفيروس وأمام هذا القلق في الأوساط العلمية لم تؤكد منظمة الصحة العالمية التي عادت إليها الإدارة الأمريكية الجديدة من الباب العريض لم تؤكد المخاوف المتعلقة بالسلالات الجديدة وقالت المنظمة إنها تجري الدراسات بشأن كيفية انتقال وشدة السلالات الجديدة للفيروس مكتفية بالقول إن استمرار تفشي الوباء يمكن أن يؤدي إلى نظام رعاية صحية مثقل بالأعباء وبالتالي إلى المزيد من الوفيات دون ربط ذلك بالسلالات الجديدة تصريحات لم تمنع الفريق الذي طور رقاح جامعة أكسفورد لاستعداد لتطوير أنواع جديدة من اللقاح استجابة لنسخ فيروس كورونا المتحورة عقب إثارة أوساط علمية بريطانية مخاوف جديدة من أن تكون السلالات الجديدة أكثر مقاومة للقاحات لتطفي هذه السلالات بعدا جديدا للأزمة بعد سباق اللقاحات المحموم ومعضلة توريد شحنات اللقاح ومواعيد تسلمها إضافة لعجز الدول الفقيرة عن الحصول على تلك اللقاحات